طاعة الأمور لكنها تبع لطاعة الله الرسول كما يشير إلى ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا للأمر قال وأولي الأمر وهذا يجل على أن طاعة الأمور سادعة لطاعة الله الرسول وعليه فإذا أمروا لك الأمور بأمر فيه معصر الله ورسوله فإنهم لا يطاعون وإذا أمروا بأمر فيه طاعة الله ورسوله فإنهم يطاعون من وجهين أولا أن هذا من طاعة الله ورسوله والثاني أنه من طاعة لك الأمور وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا معصر وجب طاعتهم وجب الطاعتهم وهذه النقطة التي يجب نركز عليها وإلا لو كنا إنهم لا يطاغون إلا فيما هو طاعة لكانوا قريرهم من النفس حتى الواحد من الناس إذا أمرك بطاعة لا كان أمره طاعة لا لأمره ولكن لأنه طاعة الله ولهذا يجب علينا أن نضيع ولاة الأمور فيما نظموه لمسبحة الأمة وإن لم يكن طاعة لله ورسوله في ذاته إلا إذا كان معصية وأما يقول بعض الجوحان نحن ما نطيعهم إلا إذا كان هذا مما أمر الله به فهذا مصادر النص مصادر جلالته ومصادمة له أيضا فالله أمر بطاعة لأثناء الأمور إلا في معصية طيب وظاهر قوله وأولي الأمر أنه ما دامت إمرتهم باقية فلهم الطاعة ولا يسترط في ذلك أن يكون عدولا حتى لو رأينا من بعضهم ما هو معصية فإنه يجب تجب ضاعفه ما نقول والله ما نطيعه إلا إذا أطاع الله هو أبدا أطعه وإن ضرب ضغرك وأخذ ما لك ما لم يأمر بمعصية الله ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم صفحة خرجوا على ولاة الأمور بمجرد أنهم رأوهم ففقة ماذا حصل حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء الولاد اقرأ التاريخ من حين حصل الاختلاف على الأمة إلى يومنا هذا تجد الشر والفساد كله بالخروج على ولاة الأمور ماذا حصل من قتل عثماء رضي الله عنه ومن قتل علي نبي طالب ومن قتل من قتل من قية الفلفاء حصل الشر والفساد حتى أولئك السفهة الذين خرجوا على ولاتهم واستحلوا كراسيهم وسموها ثورة وما أشبه ذلك ماذا حصل هل أطلح الوضع نعم عبدا بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق نعم خير مما هو عليه الآن كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله ورسوله فلو أن هؤلاء يعطاء الله ورسوله في الصبر على ولاة الأمور وضاعتهم في غير ما سيئة الله لنالوا خيرا كثيرا نعم رأينا يعني 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 ما نفققين في الأشياء يعني ما هو مخالفة يعني كثيرا مخالفات يعني رحم الشيك نفسي عنه كيف التوجيع أعطاءهم حتى لو رأيتهم مثلا يأصون الله في الأمور فأطيعهم فأأتك إياهم خير لك واحد ينصح ويتمهم على أنفسهم معهم واحد ينصح في شيء ويقولون يمكن أو كمان يسكي تقولون ليه ما تتكلم ما يخالفة إذا كان ما يقولون ما تتكلم ما أتتكلم أنصحهم فيما بينهم وبينهم إن تمكنت وإلا فأمروا إلى الله يظفر أن بعض بني أمية بعض الخلفة من بني أمية رأى سمع كلام من الناس إنهم يقول ليش هذا الخليفة ما يكون مثل عمر بن خطاب مثل عالي بن بي طالب مثل كذا مثل كذا فجمع الناس عبد الرحمن بن داود جمع الناس الوجهاء وقال لهم يا جماعة أنتم سبون أكون لكم مثل عمر بن خطاب قال نعم تكونوا مثل الناس اللي في زمن عمر بن خطاب وأكون لكم مثل عمر بن خطاب أخطمهم أخطمهم وهذه من حكمة الله كما تكونون يولى عليكم ليس من الحكمة إن جاكي واحد مثل عمر بن خطاب لقوم بينه بين قوم عمر بن خطاب نذنى من المشتب والمعارب وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب قال له هاي ليش الناس رحوا عنك ليش رحوا عنك لماذا لم يقبلوا عليك ويتفوا حولك ويتفوا حول أبي بكر وعمر قال لأن لجال أبي بكر وعمر أنا وعمثالي ورجالي أنت وعمثالي نعم فخصم خصمهم لا تقوموا على الحجاج بعد تباذل وعمر كما وقال لهم أيها المهم أن هذه الحقيقة حبولات الآن يا آدم عليك أن تسأل الله لهم الهداية فيما حصل لهم من المخالفات ولكن لا تثير الناس عليهم لأنه لا يفيد أبدا ما يزيد الأمر إلا شد هذا ليس في حجة لا ليس في حجة أنه قال كنوا كالناس الذين ينقلون سعاد عمر فلن يفيد أبدا هذه حجة هذه من حكمة الله مثل ما قال ابن القيم غيره يقول الله حكيم جل وعلا يولي على الناس من كان مثلهم وأنهم الآن لو رجعنا إلى هؤلاء الذنين يوجدون من حكامهم أن يكونوا كالخلفاء الراشدين لو جدنا عندهم من البغي والشق والتنكر لكثير من الأمور التي لا ينكروا الشرع شيء كثير بل إن هؤلاء الذين ينقمون على حكامهم إذا تأملت أحوالهم وإذا غايت ما عندهم أن ينالوا المنصد فقط لأنك ما تجد منهم التقوى الحقيقية والإنابة والرجوء لله أبدا أنهم متساهلون في كثير من الأشياء ويريدون بس أن يصلوا إلى المناصد فقط وهذا أمر مشهور يعني لمن اشتغر بهذا الشيء محبة خروج على عمتهم مشهور فيهم هذا الشيء وأن أغالب منهم أنهم إنما يريدون الوصول إلى الكراسي وهذا هو الواقع أيضا ولا حاجة بنا إلى أن نضع النقطة على الحروف ونقول مثل كذا وكذا فهذا أمر معلوم كانوا بالأول قاموا على من قاموا عليه يريدون أن أن يمكنوا حكم الله في الأرض لكن صاروا شرعا من الأول نعم وهكذا المهم أن السياسة الشرعية هي التي التمشي على إيش على ما في كتاب الله وصن في رسول الله سبحان الله اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ومن رأى من أميره ما يكره فليصبر فليصبر ونعم لو أمروا بمعصية قل يارب بالله ما نطيعهم لو قاعدنا سعال أضربوا على العود وغنوا وارقصوا فلنالهم لا لا سمع ولا طاع نعم أو قالوا اظلموا الناس مثلا خروا أموالهم اضربوا أفشارهم ما أطعناهم في ذلك لأن هذا ما أصدر الله عز وجل لا لا أنا ما أقول اذكر أنا أقول نصحهم ونصحهم لكن لكن لا تخرج عليه يعني في الناس الآن يريدون أن يخرج بس لما أن يخرجوا حتى يستولوا على السجداد كما يقول العامة إذا ركبوا على البعيد كثروا العصر الله يحبون ما ألينا منهم بس الله يحبون لأن الله يكون أخذ يصارب ولو أني جاء أحافظ مثل المخطار من جاد العدف الصحيح كتبوا على قلنا ألينا من جاد بسهول ولو جاء أحافظ مثلا عمار بن خطار أين أنا أحد المسألة ترضى عدم تحدي العلاق لعلم ضرع أين؟ 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 لا والله أرى أن هذا خطأ خطأ عظيم ويتمنى الحكمة لماذا تأخذك الله؟ لأنه يقف أمام الحافي وهذه أفضل الجهاز كان متحقاً لسلطان شاعر يقف أمام الحافي ونقول سعاد كذا وكذا وهذا خطأ أما أن يشهر به في ريبة التالة ليس بصحديث ولا نحدد ذلك أطلاقه لأن هذا هل سيزيد الشر؟ سيزيد الشر يوجب أن هؤلاء السمعين يحقدون على المولاد ثم يعصون الله تعالى في مخالفتهم وأذن نصدع لأوامرهم ولذلك يزيدون وربما يعقون هذا الرجل يتكلمون ويسكتونه مرح لا يتكلمون 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 لماذا؟ أعجب بينهم أولا إن كرياتنا وردت بخلاتها الشيء الثاني أن هؤلاء عندهم موسى عليه الصلاة والسلام عليهم من الله دعاهم إلى الله وضي لهم الحق وقد اتبعهم ناسا ومن الممكن أن يكون له شوكة لكنهم فسغوا بالسخافة إياه نعم المهم من هذا الحقيقة هذه المسألة تختلفها العراء لكن الحكم فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى فإذا كان رسول الله أمرنا أن نطيع وولاة الأمور في طاعة الله لا تبقى الشلام لها نعم